عشبتنا اليوم اللي هي الغمغان الازير او الاكليل الالجبل شو تقدر تقولنا دكتور جامعلا لهذه العشبه هدي اول حاجة بغيت العيالات يفهموا يسمعوا بعدك ويفهموا اي غنبدا كن بوحل القصة بسيطة اه واحد القصة مشوقة انت كنت تحتي احكيت يعني قبل وباش ما ننخبل ان يعني بخلو علاجها المسامعتي يخضو الفكرة من الحضارة ومن تاريخ سمعوا الله الحمد واليدكم المالكة الفلانية فلانة الفلانية في اواخر القرد السابع عشر شرفات اه تكمشات فيما تشوف راسها في المرايات تتفقص تتمرض دخلت في انهيار عصر ولا تسدع لها هي اللي كانت بالحافلات وكان كل شي تبغيها ترد الجمال ورها مالكة ما شاء الله كانت معروفة بالجمال ديانا ياك شرفات تكمشات اه ارجعت عقيريشا اي ما حملات شرفة فيما تشوف راسها في المرايات تتفقص تتمرض تلقات البراح هاللي جا دواني نوزن الوزن ديالو اه الوزن ديالو نعطيه ليه في المقابل دهب يعني الوزن ديالو كل دهب دهب هاللي جاي دواني الناس سمعو هادشي ملغد العشرات في الصباح وفي العشي هاللي تيجيو هاللي اطبه واللي ايربوريس الشابه وتيجيوها جميع الناس كل شي بغير بحده اليوم غده اليوم غده عامين بتابعه فيما تطلع لها هي على وجهها في المرايات تتفقص وتمرض حتى هاللي تصدق عليها البيت ما بقىش بغى تخرج طلع عليها هالزعل هو يطلق البراح قالتهم الناس اللي جاي دواني وما دوانيش ندخلو طول عمره للحبس يزعتهم تقل الوزن ديالو تهب يدخلو الحبس لما دوانيش حيت طهب تمسكي الله يكون في عونها مدة 6 شهر ما بينما جاهد تواحد تواحد ما دق الباب ديالها تلوحد نهار واحد سيد سلامو عليكم وعلكم السلام طاق طاق اش بغيتي بغيت الماليكة لاش بغيتيها وابغيت نداويها ضد شرف ديالها تجاعد ديالها تكماش اه بو سبار اخوي اهنا مشاو قالو هالليا قالي ما سيد تهمني جيبي جيبوه قلت لي وشعرتي الشرط ديالي قلت لي معلوم ما عارت الشرط ديالك مصرح يتوها بقام الفيفسي ايه لما داويتك ش دخليني طول عمره للحب قلت لي انت اللي بغيت بدت اعطيها دي تيزان تشرب اليوم تشرب غده شهر الاول شهر ثاني شهر ثالث وهي ما عارفه شنو هاد ما عارفه شكاين اشي يعطيها تتشوف راسها في المرأة يتبع الليها بدت تجبت شوية هالليوم غده ولا تحاضي راسها الليوم شتت تكميشا كل نهار تتجبت اه يتأكد وفرحه هات اه دك شعتها نتيجة طارت بالفرحه خرجت من البيت دياله حلقات درت الحفالات الناس كلهم شافوا ايه فعلا المالكة تغيرت تغيرت وبدت تتصغر الفرحه دياله مع التحد قلت لي معيته على تسيد جاهد تسيد قلت لي فعلا تعدك الحق عبروه وزنه ودك شي اللي جا في الوزن دياله اعطاه لي ذهب اعطاه الدهب دياله هو فرحان هي فرحانه تبغي يخرج يتقول لي اجي اللي هنا ما تبعش لي هاد الوصفة ديالك هاد اله فورميل قل له ايه اه اش بغيتي دورجوه على الليمن دورجوه على الليسر هالدرسو الفوق بقى يشوف قل له بغيت هاد القصر قلت لي خودي وردته لور شريف ايه ايدا اعطيني سر ديالك اعطيني الوصفة قل لك اعطيك اليازير وشنه اخر وليازير اويل انتهى هاد الوقت كله تتعطيني غير اليازير اه 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 انا سنعطيك غير اليازير وكيف اليازير على طول شوف ديالهم وموجود ستين تونت كي يفو لقى وموجود بكثرة مع الوقت تهملات هاد الوصفة وتناسات اه اه ايدا انتم العيالات تفهمو الحكمه والصرف كيف يأتي لن يشربه على شكل تذان الله يعطي اكسبح ونخليه ويطلقه بعد كيف يشربه وراه هو مقاوم التجايد وتعطيه التألق اللي كنتمنى كل مرة اليوم سوف نهضره على اليازير سوف نهضره دابور على استعمال اليازير في تدويب العشاب الطبية المغربية والمعرفة الشعبية اليازير تتسمى ازير يازير يكليل اكليل جبال باركلا هدا فلوريونطال ماروكا وتتسمى حشيشة الرنب فتيسينت نفس الاستعمال في جميع انحاء المغرب تم صبو عليه المساخن حتى الغلايان على الاوراق بيانسر ويترك خمسة دقائق ثم يوصفه ويشرب كمطهير المعيدة ومنشت الاكل لدينا مام اتلساسي باركلا لانفوسيون ده فاي يتلسي كم ابرتيف اشنا ابرتيف كيستمول الابتة وكي تنفيه الستوما لانا لدينا الازير تنبه الوظائف الكابدية لانا اختصاص الكبده وتنشط الوظائف ديال المرارة لدينا اليازير تسهل عملية الهدم تنشط الوظائف ديال المرارة تنشط الوظائف ديال المرارة تنستعملو احنا في المغرب خاصة لحتو تسهيل الدورة الشهرية عن النساء خاصة تستعملو احنا رفنس الوقت لتنجوبكم مستمعين بمعنى ان اللي عندو هاد المشاكل او هاد الاعراض للمشاكل ارى الازيل حكمه في ازير اللي عندو مشاكل للدورة الشهرية تقول كتجيب الالم للاسئلة كتجينا كتير ديال الكابد اللي كيكون عندو محتقان كدلك في التبول شنو السابب لانا ما تشعبوش السوائل وحتى تطهير ديال الكبده رفن الازير كمل الدكتور لدينا هاد الشي اللي تنستعملو احنا المغربة لش نستعملوه لدينا تستعمال خارجي في المغرب لش نستعملوه لاش المسحوق ديال الورق ديالو تيلحم الجرح اقتصاص الجرح ومطهير مثال بصيد حنا عدنا في العربية مثال خطنوش واحد دراري تشدو اليازير تشدو اليازير تشدو الغبرات تدردرو عليه باش تيستانو تيسيبتك دونك تيفتكب الجرحاتي وكل شيء و تلاحم الجرح و تلاحم الجرح الورق الجاف رتنديروه حتال الصوفة باش الورق ديالو الناشف تنديرو الصوفة باش يحميهم الليهيت من التونيا وكل شيء الروح ديال اليازير مع الزيت ردد الريماتيزم ودد السياتيك هاد الشي اللي تستعملوه المغربة اييه سمعوه استعمال جراسة فارماكوبه اوكسيني لقدك اول حاجه ضد ال inquiry العئيه والارهق صف好了 صفه للعئيه فيزيك انتلكتول و ضد الهرياء الجسماني وديضي اليكم ودق films فقدان الذاكرة هدا اليزير يعني الهيارات خصوصا اللي كيقول كنا نحط الحاجة وما كنا نحقل شاي ما عليها غيب اليزير دكتور رجال مالية ولكن اليزير الى ايبر تنسر تيطلع تنسيون اللي فيه تنسيون مرتفع منو عليه ياخد اليزير ايه دونك هو صالح اليبوتنسي الرجال غيهمهم اليزير بزار هذه معلومة خاصة للرجال اللي كيتمعوننا معلوم حيث اختصاص البضعف الجنسي اليزير عيّة ضد العيّة صخفة ماذا يحسب رسوعيّة مرهق كله وماشيه الجثماني وأتي محطل العقل وكل شي فقدام الداكيرة ضد ضدعف الجنسي ضد لازم البرانشيت كرونيك الكوكلوش ضد الربو الدقيقة البرد فصدر بالبرودية كاملة هدكرم كله يفيدهم الى ايزير بمعنى عندنا عدو المعيدة الإسهال معده مره راس ضاع الوجاع الغازات في المعدة و في المسران وهذا يجبون عليهم كتير دي الرسائل الأسامر الله يعطيك صحال أغلبية دي الناس عدو من الكرش اللي بغاء الكرش تحيد فونتر بلاو بغادك شي هراه اليزير هاي هو اليزير اللي عدو الغاز في المعدة أو في المسران هاهو اليزير يعني بدون إضافات بوحدو بوحدو وممتاز لذلك اليزير اختصاص الكبدة هو ضد الهباتيزم التهاب الكابيدي او العدوة دي الكبدة لذلك عدنا ضد الإكتار الإكتار بار إباتيت بار أوبسركشون اليزير ضد العيال التام الاراق والعيال الجسماني و دي الدماغ و دي الدماغ و دي الدكيرا اليزير ضد ارتفاع الضغط الدموي اللي عدو لا هو تيرفع الضغط الدموي لا تنسمعش بزيان إذا اللي عندون تنسون او اللي عندون الضغط دمو ما يخدش الله يعطيك الصحة صالح الضيقة الربو البرد في الصدر الاغريب صالح العدوة دي المعدة الإثهال المعدة مهرهرة الصداع و الوجع في المعدة صالح الغاز في المعدة و في المسران صالح التيهاب الكابيدي العدوة دي الكبدة هنا وقفنا ضد الكتير الكتير بار ايباتيت اي بار اوبسلوكشن ضد السيروز و ضد لتياز بيليار بمعنى الحكاة النتجة عن عدوة الفيروس وهدا مشكيل متروح الناس بزاف بزاف دي الناس كثفتو الى هاد القدي هاد حكاة و تنتوصل انا بزاف دي الهد الرسائل هاد الحكاة النتجة سوا عدوة دي الفيروس الهيباتيت ولا على نسيدات دي العرقى ولا ضد التشمع الكابيدي ولا ضد الحجر في المراره اللي عدو الحجر في المراره هل ي بلي أزير كي نتوحل وصفة اخرى سهلة وزوينا رسكز الزيت البلدية قبل الفطور قبل الناس رحمة تحيد الحجر من المرارة وكل شيء بيانسور وما تنساوش زيت البلدية الويل دارو برودكسيون كل فيتامين اه عدنا ضد الديسبيبسي اتونيك بمعنى الديجيسيون ديفيسيل او دولور غاستريك تعصر الهضم وضد المغيس المعدة وصداع وكل شيء اذا هاد الاشخاص كلهم اللي احنا سنصردو الحالة ديلهم را كيفيدهم الازير ضد الريماتيزم ضد الاغوت اللي عدو الاغوت ضد صداع ووجاع ديل الدورة الشهرية اهنا في انتلاقوا مع التداوب عشاب تبية المغربية اهه ضد الديسمانهورية او لدد الريقل دولوروز ضد الاميغران شقيقة شحامي واحد عدو شقيقة عليكم باليازير ضد خاصة ضد الافكتشيون دي سيستام نيرو ضد الهيستيري ضد الهيباليبسي ضد الاسيكل ديباليزي ضد الافيبلس دي ممبر بمعنى العدوى دي المخ الصرع الاثار دائما اللي تيتركها او التي خليها الشلال ضد ضعف الاعضاء الرجلين واليدين بتنسمعش بزيانة ضد الانتفاخات والتوتورات العصبية الهيجانية انفعالات يعني اخصتك يكونوا عصبين مثالين العيشوري وريوغو نازلين والفم مناشف والحالة حلط الله ضد هالتوتورات كلها ضد اسي تأثيرات على القلب النتجة عن التوتور العصبي ولا الدخة yes نهمста الطهورة الاجحة 지도 المراءة الحاملة مناعطة а النجاح غير عمل ونص القادل الكامون صافي إذا من اسم الحالات قنات ديال الضخة معليكم غيب الأزير هذا من اسم الأشخاص العاديين أما المرأة الحاملة تبعى تماما من الأزير قلنا أنه معليها غير بـ اربعة معلقة ونصت معلقة ديال الكمون أنا أجاوني شحام الحالات العيالات اللي قل من ثلث شهرت سيطيحوا ايه قدرت البحث تعييد في الأخير عطيتهم غير الكمون الحمد لله تعطي نتيجة فعالة لواحد درجة كبيرة هادي الأغلبية ديال الأمراض اللي تيدويها اليازير اليازير عشبة وحدة ما ننسوش اليازير رصالح الشعرات هادي تشيلو قونتا نقولك الجزء التاني عن خصول تجميل بالأزير ما شاء الله ركن فيه كتير الوصفات لاشعار للبشراء للجسم والأكل في الأكل الرقوف في الباتو في الميرجنبون ايه عاطينو الدخان دخان ديال فومي ايه صالح بزاف الحواج لا الماكلة ولا الدواء نعودو بالزربة اشقنا عاليازير ضد العياد التام ضد السخفة ضد الاراق ضد العياد ديال الدماغ ديال الجسم ضد فقدان الدكيرة ضد الدعف الجنسي ضد الربو ايه يرفع الضغط الدموي اللي طال عليه التنسيون ما ياخدوش واللي نازل عليه التنسيون صالح لي اليازير من دكش يرفع ضد لا غريب قلنا ضد العدوى والمعدة ديال إسهال ضد العدوى والمعدة ديال إسهال ضد المعدة مهرهرة ضد صدع والوجع في المعدة ضد الغاز في المعدة وفي المصران ضد الاتهاب الكابيدي وهذا مهم بزاف ويالله هنا قبل ما ندخل لهنا اللونتين راتوصل فلاسة المكالمات كلهم تهدرو على الهيباتيت اهه ولموالين الهيباتيت فيرالسي بين عارضتين متنسوش الله يرحم نوليدكم رقم واحد لكم هي الوراق الخرشف الوراق الخرشف اللي تلوحو قلنا ضد الحكام نتجا عن عدو الفيروس الهيباتيت او نسيدة دي العروقة او التشمع الكابيدي السيروس زفوة او ضد الهيتياز بليار الحجر في المرارة تعصر الهضم ضد المغيس المعدة وتصداع ضد الريماتيزم ضد الاغوت ضد صداع ووجع الدورة الشهرية ضد الشقيقة ضد العدوة دي المخ ضد السرع ضد الآثار لسكال لسكال ضد ضعف الاعضاء الرجلين والعناي الله هل بارح جاء وعدي ثلاثة عدو من المشكلة جاء وعدي حالات خاصة اليزير نفعهم لحد درجة كبيرة ضد انفعالة الهيجانية والتوترات العصابية الكبيرة اختصاص لهم اليزير الدراري الصغار هدرنا على اليستاري انفانتي ضد الدراري الصغار لي هايجين تقولهم الحماق يركبهم اليزير ممتاز في هذا قلنا ضد الدوخة اوسي اليزير قلنا عشبه اساسية ضد تساقط شر اليزير في الدنيا وعليش ما نستعملوه شخصي ايه علش ما نستعملوش في فوائد اقل له هي شي نعطي متالبسات ساسي في الاروماتيرابي اقل له هي شي ناخد واحد الكاز ديال الازيت البلدية ندفيوه نجرو في واحد العشرة نقاطي ديال الروح ديال اليزير وندلكو به المفاصل اللي دارينا راح ملدك شرفع متنسوش اي روح ستان انتي سيبتيك وانتي بيوتيك فيروس اي روح ديال العشبة رها مضاد حيوي فتاكب الجاراتي اذا لحنا اخدنا فكرة دكتور جمال على عشبة الازير او دكتور جمال الروح متتدرش البشرة ديري بتتتخلط والنقطة لادرناها في اي بلاسة في 12 دقائق تلقوها في السيركولاسيون هي رجهد اول دوا في السرعة دياله سي لانترا فينوز البراف العرقية تاني سرعة في الدوا في انتشار ديال الدوا هو الروح ديال العشبة وعدها بش الانترا موسكولار هي مبعد منو بعدها بش انبريز ريكتال راديمش في المكلمة دكتور جمال وقلو اول دفاع الوصباح الخير الو سلام عليكم للا مرحبا بيك وعليكم السلام سوالك لدكتور جمال صباح الخير الله يبارك فيك مرحبا ما يخليك ابوت نسولك على مشكلة الفقر الدم فقر الدم اوك وخل الله شكرا لك على التواصل ما يخليك ابوتني مع التليفون وخل الله انشكرك على المكلمة ديالك شكرا على السؤال مع السؤال تاني علو صباح الخير علو صباح الخير من طريقة المشاركة فقر الدم نجاوب ذلك مع المكلمة اخرى دكتور شكرا على المكلمة شكرا على المكلمة مكلمة اخرى علو صباح الخير علو وعليكم السلام سيدي الله يبارك فيك مرحبا بيك شكرا على الدكتور مبارك الله وفيك وحنا ترحيكم دورنا تفضل سيدي سؤالك حسن مصمارة مرحبا لبك يا حسن كانت طلب من الدكتور يعطينا شيء مصدر بيك الله يزازي شكرا لك يا حسن لحزازك اخصبت المرد يا لست وخا سيدي شكرا على الرسولين مكلمة اخرى الاصباح الخير سلام عليكم وعليكم السلام سيدي مرحبا بيك الله يبارك فيك مرحبا بيك مرحبا بيك وخا سيدي تفضل من اللي كان حناء كنهج وكرتكتنا بختوية وقالنا بغض نفس بردي اسباط ولا نتوضعك على كنهج شكرا لك على السؤال ديالك شكرا ماذينا دائما استقبل المكلمات فكن غدي جابو هاد ناس سيدو دكتور جمل بدو اول حجران فقر الدم نبدو بالحويج البساط قلنا قبل خودو العدس نبتوه راشيم العدس رها الرحمة كنا تنعرفوه سبانيخ عدنا بابونج ملدكش رفيع الفقر الدم ولكن يسمعو الوصفة الوعرة غتاخدو البولين حبوب اللقاح الغداء الملكي غتاخدو القمح من اببت والصوجة من اببتة والعدس من اببتة والحلبة من اببتة وإيلان من اببتة نفس المقدار وهدفش غتاخدو زريحة الكتان وزريحة الجلجلان وزيدوهم حبوب اللقاح وزيدوهم الغداء الملكي كم هدك ديرو ميتة البساط اخدنا ميتين وخمسين جرام ميتين وخمسين جرام من العشاب كلها اللي ذكرنا رجعو الغداء الملكي والحبوب اللقاح اللي اخدو واحد خمسة سبعين جرام من هادي ومن هادي ونخلطو هدا اللي اخدو اللي نامعي الخصغير قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاق بالنعاس راح راح موضق قبط له ولكني كين حسن انكور اللي حسن راح درنا على سبيرولين سبيرولين نوع دي الخزي المحلوس ستنقلق ميكروسكوبيك دو دوس راح نديرو لحلقة خاصة سبيرولين شوف يا اختي تجريبة جريبة ام العلوم سبيرولين ستعطيني واحد مصداقية كبيرة فقر الدم علاش جوج الاسابيع دو سمين كترنا وعيقنا ثلاثة الاسابيع تهنينا من فقر الدم نرجعو لسؤال دي الماء الازير دكتور باش نشرحو كتير ماء الازير واش كالحلو بالسكار كالحلو بالعسل الاشراط لينا نقدرون ناكلو غدا شربوه غدا ماشي مشكل حلوه باش مابغيتو باش مابغيتو اما استعمال وعن انفوزيون ولا تاخدو الورق ديالهم وتسخنوه وتغربله وتاخدو واحد اربع مع القاق بالفطور قبل غدا قبل عشاك بالناس ولكن يترجع نحضر الناس الناس اللي عندهم ارتفاع الدموي لقدم التنسيون طالع ما ياخدوش الازير ايلا شكت لنا مثلا الازير متبوخ دكتور جمالو غدا بغينا نسخنوه نسخنوه ماشي مشكل من لسبة الغازة البطن اه 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 ادرنا على تهين الغازة البطن قلنا قعقلة هي رقم واحد لا كاردامون الهيل ممتازة ورجارة ضد ضعف الجنس وقبل ما القول في اقرارة كانت هي رقم واحد قعقلة قعقلة رقم واحد ضد الغازات المعاوية عدنا الحلحال نوع ديالخزامة ممتازة عدنا الزهتر مرد الدوش السالمية اليازير الي هضرنا عليه دابق حبة حلاوة باديانة نقعدنا بزاف استعملوا عشبة او جوج او ثلاثة مركبين يعطيكم مفعول نتيجة ممتازة سؤال خر سوف نذهب الاسئلة دكتور جمال سوف نجاوبك على استنضاع السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم برنامج ممتاز برنامج ممتازة سوف نسمح حويزي ونتبع الدكتور مرحبا بك لوبنان مدينة بركان اهلان يا لوبنان مدينة بركان مرحبا بك عندي سؤال بالنسبة للدكتور اني البنت الجالي عندها حداشر سانه حداشر سانه نعم للا عندها المشكيل كانت قد ثاليج مكلفة وكانت اوثبيتاليزات ودرت لها بخاتمه وكما سنتقول لي وحواني عرصة الموضوع دي الحلقة كملي كملي اختي انا فرشت محيت تشبت لي المكالمة ماشي مشكلة للبنان لا يودي تفضلي ما احبابك غيكمل كنت اوثبيتاليزات ومع ذلك ومع ذلك كل ما كيبوز العام وكتوصلوا بكتا ديال جوفيير في ففلي كتولي لها منش الحالة اللي كانت اوثبيتاليزات بيها كتبقى تقياليه وكتبقى توجه وكتصار وكتقياليه المرأة مهم ودابا بغيت لكي منكي الدكتور يمسحني ويقوليش نوقدر نبيلها من مسائل ديال الاعشاب لان الدواية تعيد ووحاكت تبرس بيكل حدها اوثبيتالي قيدة للبنار دكتور غادي اعطيك الوصفة وحاكت بركنا فيه لدينا البتتالي هي قصة تحية قصة تحية هي قصة تحية معروفة للأشابة وريحة الذكية وكل شيء قصة تحية قصة تحية معروفة قصة تحية قصة تحية 100 قصة تحية 100 قصة تحية 100 قصة تحية 100 قصة 100 قصة 100 قصة ذرعت الكتان 250 قصة لا حبت حلاوة حبت حلاوة 50 قصة 50 قصة 50 قصة 50 قصة 150 قصة هدا البروبولي موجود صنعنحل صنعربانيا خاطير صنعربانيا 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 وره وره راسيتون الناس اللي عندهم السرطان وكل شي ياخدوا البروبولي حيث راهي رواعر خاطير هو اللي دهنو الفيرعون باش بقام كوفر 4,000-5,000 عاما دنك عدنا قلنا البروبولي زيدي لفرين روج هو الدردار الاحمر اللي هو لسن الطير حنا تنستعمله غير فرس الحانود حنا تنستعمله غير فرس الحانود أو تنستعمله رجال كم أفروديزاك سكسويل منشت جينسي وحنا بلادة الدردار الاحمر بلادة السن الطير سليمون هو السن الطير اللي تنديره فرس الحانود لا 100 جرام أختي نعم في تداويب العشاب الطبيعة نصار ره ممتاز كمضاد حيوي الامراض اللي كان في المعداد الجاراتي من المعداد ره اختصاص ديالهم 5 زيد يا أختي 4 معي الخاص غيره نا نص السمعي الخاكيف كاله هنا نص السمعي الخاص غيره نص سمعي الخاص غيره لا اتخاذ بوحدها داك كنا هدرنا على الوصفة ديال القمح منبت والعداس منبت هذه تتقوي المناعة وبنتك محتاجها لتقوية المناعة اختي نعم انا ما الكراش تعطيها اوسي نسمع القا قبل الفطور قبل الغداء قبل الاشياء قبل ناس من هاد الوصفة اللي هدرنا عليها وراغت طوال ليك بزيان وكتافي عراده وكل شي راه هاد الوصفة رحليه بطبيعي والناس اللي خدوها اللي خدوها ما تصوروش كيفاش طوال عراد صحاح ما تمردوش لا لا لبناء طالبي منك انا كتجربة لا لبناء نعم لبناء غيكبعني اعطيك الخير جر بعض وصفة وماذا بينا ترد علينا الخبار والله اعطيك سومية تنبغي الناس يجاوبوني وردوا علي ومتيجاوبوش خسن ديران سويبي وهادي كان اخفت كلها سومة ومتوقتوا علي سومة ديالها مع البنت صغيرة بغيت نجاوبة كانت تبع لبرنامج ديالكم وقلت من الاحسن انا شي مع الدكتور جامل واخ اختي وقتيني تسمعوني المستعمعين يسمعوني لله يرحمل ويدكم احنا ما عارت عليش شكرا دكتور شكرا لبناء احنا المغاربة عندنا اما مكحل ولا بيض اياك انا اللي تهمني هو رقلتها قبل اللي تهمني هو المريض ونستعملوا البروديوش يميك ونستعملوا العشو باش ضغياء اللي تهمنا البروديوش يميك رفعها البيض اللي تهمنا المريض يتشافه اذا الله يرحم لوليدكم نعطيكم 100 البسات اللي عندكم نلقيح في الدراس او عندكم الحلاقب را نلقيح ديالهم خاطير ونفعول ديالهم 15-20 عاملة ما تدواش را خاطير واحد درجة متصوروش وتهملوش هاد المشكيل نستعملوا الانتيبيوتيك المدات الحاوية ديال الفارماسي ونعاونوه بالعشوب واللي تهمنا المريض يتشافه بالزربة والمفاعي الجانبية تلك انت مفاعي الجانبية ديال البروديوش ينكر اللي عشوب يحيدوهم نستقبلوا دائما المكالمات وتن ناخدوا اطلالة على الرسائل الاسمس القصيرة يجونا كثير دكتور جمال على مشاكل البشرة حب شباب حبوا في الدهر يعني الاتهابات هاتي كله خصوصا في موضوع القناة والازير واش عنده شي معلومة يلا هدرنا على اليازير يلا هاترنا عليها احسن حاجة ضد تجاعد استعمال داخلي يتشرب او بتناول يعني يأكله ايه كل شي اللي كان في الجلدة تساعد بزاف تقدرون تدروك محلول مثل غسلو البشرة دياله معلوم ايه ايه استعمالات صباح فلقشية بالليل شنو هنديرو البشرة وهو صالح البشرة الحساسة والبشرة الجافة والبشرة الميدمة نوك ما انديروه صباح وعشية وليل وما يضرناش انا انا افضل ديروه بالليل وتباتوا بيه وتالغدة تغسله ولكن اللي بغينا ندروع الحبوب كان حسن منو ايه اعطيك مثال بسيط هاد الحبوب دابور الساباب نينجا واش عندنا اناكسي تصيبهم واش زيادة ديالليدام الناس اللي عندهم البشرة ميددماء نوك الى كانت البشرة ميددماء خسنا القروب ديالفيتامين بيه وانا غنقول لكم فين تلقاه وولا كانت وبلاتيوه عندنا لسترس توتر العصابيه والفاكتور ديالونشان كل شي عندنا ايه ايه البلوغ سين البلوغ ايه ايه عندنا خلال هرموني عندنا اما انكسي تصيبهم او عندنا انديريجلومون هرمونار ياك خلال هرموني ياك الخلال هرمون ايه باش نقدر الميزو دكتور جمال انوراها فقط 16 سهل ايه سهل 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 باش غنميزو باش غنميزو واش كالا عندنا البشرة ميددماء او اكتر الدهنيات فيها غلقوا دائما تلقوا الحبوه في ظهرنا ولفلوبوس ولفلرنا ايه في سترجال هادك في البلاصة سنعرفو باللي راحنا عندنا انكسي تسيبوم ايه 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 نعودها رتوتر العصابيه ايه 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 باش نحيطو حنا هاد الحبوب لا ندنا الحبوب الا كان عدنا منايد الحبوب في ظهرنا وصدرنا ايه ايه احنا في هذه الحالة اونا بزوان ده غروب ديال الويتامين ببي اللي تساعدنا بزار فين غلقوه غلقوه في القمح منبت غلقوه او السي في الالويفيرا غلقوه بزاف ديال الاشاب هاده ملجيه ملجيه اخره نتنصح الناس لما كانوش الاطفال او الناس غلق ايه ياخدو اللويفير دو بيار اللويفير دو بيار فيه اتو القروب ديال الويتامين بي ورخيصه وسهله ايه يرى خميرة تشعير خميرة تشعير وتشعرات بخميرة ديالبرة ايه 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 نعطيكم متى البسات اربعمية تحبه ديال الخميرة ديالبرة يالله تتسوع الفين وماتين وخمسين ريال ايه را ينوض فيهم 3 سنتي وحليهم الشاهية وكلشي دنك صعبنا 17 فيتامين في اللويفير دو بيار 17 الاملاح معدنية وكمية كبيرة ديال الدهنية سيناد غداء تكملة جامع الاي سبورتيف تياخدوه ممم بيانسير ما تعيقوش بزاف من وكثرة ديالويفير دو بيار ايه تسمعوالها ضراتيلي تزيد الوزن بزاف ومع الوقت مع كثرة حيه يتكلي تيدوموه 5 سنين 10 سنين 15 عام يقدر يعطينا اي حاجة اي حاجة تتنقالب علينا فالقلة ديالوره ممتاز وصالح لنا وكل شي احنا ديما استقبل مكالمتكم على ارقامنا وتقولوا مرحبا بكل اسئلة ديالكم في حضور ديف الكريم دكتور الجامل السقلي قلوا صباح الخير وعليكم السلام الله مرحبا بيك لا خليك برسوك للدكتور عبدالس نعم الله تفضلي عندي اختي هي بشرتها بيضة وعندها واحد البقعة بيضة دعينها ومني مشتا عن الطبيب قالوا لي هذه النارها برس ولكن عندنا شوي العلاج هني عبديري بتغطي عب الماكياج سمارسي سمارسي هذه مدة خمس سنين زالت لها هذه البقعة سمع يا اختي وهذا قانون هذا قلول جميل لديك يعانون هذه المشكلة ديالبرس انا داويت البرس تعيد وانا اعدي واحد القانون تستطيس في ارون بورسي انتقرال مولي جا عدي وتبقى فيها الحال الناس مينما تتشافهوش وعقدني البرس وما بقيت يبغي نصوبوه اذا سمعوا الناس لفورميرا داويت بها المئات ديال الناس الوصفة سهلة عندنا لميماجوس لميماجوس هو طليلان طلوتين ديال طليلان ميماجوس والان تير ديال البرد دافريك البرد دافريك وتقنديش تيغنطيس عود القرح عقر قرحة عرق كيكو اذا لدينا تيغنطيس 25% تيغنطيس 75% تيغنطيس انا عدي حالة سيدة بيضة 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 حليب وفات الدوزاج ديالها ورجع ازغادية وتتصمار وبغى تستطى وخرج لها بحل الدبليج في جيتيدها اللي عاطيلك حولية وجاية في نهيار عصابي عدي قلت لها عجوش تكلمات قلت لها سرك انت اللي بغيتي وقلت لها تاكل بخيبة سرك سرك بزيانة فيك غزة الله فيك ما بغيتيش تسمعك كان بعض الناس النتيجة بالذربة هذه في ثلاث ايام بدأت يسرح البرس كل يوم يشار كل واحد وحالة خاصة اذا هذه في ثلاث ايام بالذربة بدأت تستعجبها الحال بدأت يسرح اللون الملوين الطبيعي زادت في الضوزاج بدأت تكحال اذا نحتر مدائما المعايير والمقادر مضبوطة اذا استعمال الداخلي اذا اهضرنا على استعمال الداخلي قلنا 75% وقلنا 25% ديال تقنديشت هذا الاستعمال الداخلي استعمال خاريجي غل اخذه 75% و 25% ونزيد عليها العسل الحر ونزيدو خلط فاح ونحرقو كل شي ونجيو البلاسة اللي عدنا اندهنوها بهد الخليط ونشمشوها تدريجيا نهار اللول 5 دقائق نهار الثاني 10 دقائق نهار الثالث ربع ساعة غادين تنوصلون من الساعة وننفوتوش من الساعة باش مننحرقوش راسنا عدنا جوش حواج تيتراو اما اللون العميلانين تتسرح اللون طبيعي تتسرح وتحيدنا البقعد يلا البرس او تتنبل بحلات تحرقنا لان بلا توقفوه الدواء كامل اكلا وموضيعيا وقفوه حتى تحيدك الجلدة او تجي جلدة أخرى ثان في بلاسة عدرش الدوم الجديد رعا تدي حالات كاللي موقفوش كاللي تشمشو ساعون جوش سواء تحرقو إذا لم يتطروا شيء تحردنا الشم نقلنا نقطة تتقير وغاديين تدريجيا ايه كاين فورمول معقدة على هذه بلوكس كيش كوني كيه إيه تكون تكسيك او خلين نغيف هذه هذه مدينة وحتى لكا نفعله او خلين كين وصفة سهلا خمسين في المياه خل تفاح 50% ماء البصل ما دي لبس للمحقوك هذي دوات برس مستعصة الوضح و البرس و كل شي تمحطوها تنديروها موضيعيا ماذا تخليوها مدة؟ ونشمشوها ونشمش معمرنا نفوتون الساعة باش منحرقوش راسنا كين تتانو جلانيجال حبة البركة كين حبة البركة خل تفاح ماء البصل اعطتنا نتيجتي ممتازة كين عدة وصفات ولكن الميور المخيرة هي اللي اعطيتكم اللامي ماجوس اللامي ماجوس و البرد دافريك اللي هو تليلان و تخمديش وختي كل مدة دي القديمة دكتر؟ الله يعطيك الصحة سؤال ممتاز ووجيه انا حالات مثل بسد جاعد دي السيد اعطيته الدوة ما اعطاش نتيجة تيبقى فيها الحال ده كمرت وعزيز عليها اعطيته انكور الدوة ما ليمشي تشريت العشوب ملصوق العشبة اللي تنشفت في الشمش لوحوها ما تصلاح والو ما بقاش صالحة جيته بليجي باش مشيت ودرت لها كويات بنفسي انا وفعز الصيف وزريعة رقيقة بزاف منين جبت انا زريعة وجبتها خضرة ونشفتها فضل وصوت بها الدوة اعطات مفعول هاد السيد بالزربة منين تبغي وتمشي وتشري وخاس العشبة ما تكون شفيتها عام وخاس تكون بزيانة ثانة وخاس يكون فيها اللون ديالها وتكون عاطية ريحتها لم تكون فيها الرحة وتكون شكل ديالها ره مزيان طريق ما تكون شي يبثة ومفرت لا هي هي خاسة تكون ناشفة ياك ولكن ناشفة فضل لا تكون ناشفة فضل وميتة البسيط خاسنا نشفهم فضل بلاسة مهوية ججدر الفوق والأوراق الأقصى لتحت هاد ستتنشف ملدك شرفة وطريقة لحفظ ديالاته هي خصة تكون بلاسة مفيهاش اللوميديتي الرطوبة مكينش تلوث مكينش حاجة ستترقب زيانة وشقدر تستعملها غديمشو مكالمات نقوله الو صباح الخير الو السلام عليكم تفضل لا لا مرحبا بك سؤالك نعم ألينا نسمعكم بفضوح تفضل سؤالك أهلاني لا فتيمة مرحبا بك تفضلي أختي بنتي بولي الدكتور تفضلي حبيبة مرحبا بك أختي عدو حل أختي اللي عندها 50 سنة وقد سبحت عملية في مصر ومن بعد تقع عندها المشكلة جالس خير وبركي تهود دكتور واشكنش باكتو تفضل هذا المشكلة للا أختيش شخير ما عديش لي شيء عشبه ما نكدبش عليك و ما عديش شيء علم عليها اتني رأيك فلسك عليها دكتور لنجونا انا سنفضل الجراحة شو عالطبيب الجراحة سيهت الشي اللي تعني اولى القدرون ديرو سبارادران هزوني فينا شوية ونديرو سبارادران باش نحلوه باش ندخل لنا شوية الوكسيجين ولكن مش حل يلا شو بما تشي حل شخير شوفي تنقرالي لونهار شوكرا لك يا فاتيما اه من فقابن صالح معانا مكالمة اخرى اعلى وصبح الخير اعلى وصبح الخير قاطعت المكالمة احنا قدرجوك كداليك رسائل الاسمس دكتور جمل كان كتير كداليك من رسائل اللي قسعتين مشكل دي الهلتة و مشكل كداليك دي رايح الكريهة الفام والمشكل دي الالبة الاسنان شنو حساسيها زيدة دي الاسمس انا رقيت دقب بطلاف 1980 كان عدي مشكل اول حاجة جعدة جايدية جايدية نوع ممتاز او صالحالت الداخليين في العجبة لك عدنا اول عجبة الجايدية قلنا حسين باندوبوش ده باركين باندوبوش اكتويل كين فارماسي الى اباسدسوج السالمية لك عدنا الجايدية السالمية عدنا الرميمينة اللي هي النورة دي الالرمان عدنا الريحة الامير ره ممتازل واحد درجة كبيرة للتاو مشكل التاو والي الزافت والحساسية من الاكل بارد او سخون عدنا العفصة العفصة خطيرة دقب بطلاج هد منهم كلهم العفصة هذي كيفش طريقة لهادة بلات نفس الشكل الوصفة هاد شي اللي تنقول اما خدوا واحدة منهم او خدوا جوش او خدوا ثلاثة او عشرة ركبوها ما غتشربوش غير غتتشلو فمكو عدنا خزامة وعرة عدنا الزعتر رائع عدنا مرز الدوش عدنا العشوبة مريوت مريوت عدنا وقعدنا بالزاف زيدوا فيهم شوية ديال الملحة منين تبخوا هد العشوب زيدوا شوية ديال الملحة وخل التفاح ملحة لعدي ديال الاكل ديال ديال الاكل واحد معي صغيرة تزاد في ذاكش اللي تبخوا ومن البعد زيدوا شوية ديال الخل وشلو فمكم ستة سبعة ثمانية عشرة الخطرت في النهار غالبا في النهاركم تهنيتوا قليل لي وصل يومين الريحة الكاريهة وقيم بزاف اللي تتحيد الريحة احسن حاجة اقع وسهلة وبنينة والديدة حبت حلاوة من الجماع سال اباديان حبت حلاوة وبنينة والاباديان وبنينة وغران دفن ونافع ابنان هدو كلهم ابنان ويستعملوا هدو كين نعناع كين القرنفل كين عصيد سيدنا موسى كين تفاح حلوي مام ادو كين شوية شوف واحد لا تيزان بنينة اشغي يقصر اولا يديرو غير شوية ديال حبت حلاوة فمام او ديال اباديان يديروها اليوم غدا يشلوا فمهم بياسر ويشوفوا لك المشكلة المعدة ريحرس اغلبية تجي من المعدة او من الفم تطهير المعيدة كيف شانديرون تطهيرو دكتور هدرنا التعيين على المعدة كين بزاف الا شربنا غير الزعتر فتاك بالجاراتيم وفتاك بالوحدة درجة كبيرة ويهنينا شربنا زعي سرع انكور ميور عندنا قلنا قعقلة ستان انتيبيوتيكيان ناتوريل وستان انتيغاز هدك قلنا البروبولي قلنا الوفرين روج دردار الاحمر اللي والسان الطير قلنا ده بزع تروز عيترا قلنا مرد الدوش قلنا السالمية قلنا خزامة قلنا بزاف اللي تيداوي هدو كلهم يساعدونا وحيدونا الروع الكاريهة وكل شي ولكن احسن حاجة اطلاقا سيل الفاخر او زرعت الكتان اللي عندهم 100 البسايد الفاخر تشرب جميع السموم اللي كان في الدات او الغازات المعاوية ودكشي اللي كين ديال ودو المصران مي خليه وش الكرش قلنا سمعي سمعي دب احنا الامره اللي حاملة تتوحم كينلي تتمشي تبدأ تاكل الفاخر احنا شنقوله شو هاد العروبية مال قسمة تاكل تاكل غير الفاخر تاكل غير الفاخر ربي لهمها بطريقة دون شعورية غير شعورية الهمه وعده وحده الرغبة ما تتقاومش باش تمشي للفاخرة وتاكلها ملاش؟ شي تعدات اسموم داخلي اول الفاخر دكتور كين اخدوه مدقوق يعني يلاش كمسحوق كين ناكلوه؟ بيانسر اه